تشابه في الحال والمآل بين ميليشيا صنع أو عدن في ممارسة شتى صنف البطش والتنكيل ومصادرة حرية التعبير والكلمة ولجم أفواه المعارضين بوسائل شتى تلك هي خلاصة مشهد حرية الإعلام في اليمن والتي تعرضت لحالة من التجريف لم يسبق لها مثيل لكن الوضع في عدن التي تعتبر العاصمة المؤقتة ليس أفضل حالا حيث أصبحت مرتعا للميليشيا المدعومة إماراتيا والتي تمارس سلوكا يستنسخ تجربة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنع فحالة الاستهداف للأصوات المعارضة لممارسات ميليشيا الانتقالي طالت الكثير من الأصوات التي كان لها رؤية نقدية ورفض لهمجية الميليشيا ممن كانوا يدعمون المجلس الانتقالي ويتبنون سياسته وتوجهته ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا والمسيطرة كليا على العاصمة المؤقتة عدن تصدر تعميما تحتكر بمجبه إصدار الترخيص لوسائل الإعلام ومكاتب الإنتاج الإعلامي في خطوة تسعة من خلالها الميليشيا إلى كتم الأصوات وتكميم الأفواه والتعتيم على كل ما تشهده عدن من انفلات أمني وترد غير مسبوق في الخدمات وفي خطوة تكرس الحالة الميليشاوية في العاصمة عدن أقدمت عناصر محسوبة على ميليشيا الانتقالي يوم أمس باقتحام مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاصمة المؤقتة عدن وترد الحراسة المدنية والموظفين المتواجدين في المبنى مؤسسة الثورة بحسب بيان لها هي الأخرى تؤكد أن ميليشيا الانتقالي تسعى لبسط سيطرتها على مكتبها في عدن مراقبون يصفون خطوة الانتقالي بالسيطرة على كل مراكز العمل الإعلامي في عدن تأكيدا على خرق الميليشيا لاتفاق الرياضة ومحاولة لتكريس حالة الانفصال من خلال قرار رئيس المجلس الانتقالي بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي أدفدن نعم أبو أن تيجدا تابعا مجرد المتحدث تابع موظفين تابعا اكتبوا موظفين اتبعا وضع oscope